رابعة معروفة ما بتقفسني غير بحلقة سبيسيال ما بتقفسني غير مطل بإطلالة حلوة كتيرة على عيد الميلاد وعلما انه يعني انت اليوم من دين آخر من يعني مثل دين آخر شو بيعني لك الميلاد لانه انت بمطرح معين الكторы وقد قيتلك الك üttila أنا عالميلاد قالتلك انت عالميلاد شو بينيلك الميلاد الكتير بيعني للميلاد كتير كتير يعني أنا بعيد الميلاد وبعيش روح الميلاد وبعيش فرح الميلاد لأنه الميلاد فرح هو أحلى شيء كمان بالحياة هو الفرح والتسامح والمحبة والإحساس مع الآخر فكل هايدي موجودة بمعاني الميلاد يعني وأنا إيه أنت مي إلى دين آخر ولكن أنا بالدرجة الأولى أنت مي إلى دين الإنسانية أنا حدا منه يعني مؤمنة منه متعصب يمكن كمان مؤمنة ولكن أحترم الأديان الأخرى وبيخدوا يعني أنا لما فوت على الكنيسة بحس بخشوع بتزور الكنيس طبعا ما في بلد بروح لقاله ما بزور الكنيس بلبنان وين بتزور بلبنان بوسط بيروت بروح على الكنيسة إذا شفت الكنيسة بالجنوب من فترة كنا بيهدن رح نازرنا كنايس بأول شي يعني لما روح على بلد أو مدينة أو ضيعة بحب فوت على كنيستة بيصور أنا بمدينتي فيه كنيس كتير حلوة الأديسين بيعنولك طبعا يعني الأديس مارشربل الأديس مارشربل أنا بالنسبة لقالي من فترة يعني وقت لمرت زاهي بكورونا أنا ندرته كتار ندروا لمارشربل مع أنا مش هيكة بس علي فأول زيارة كانت لأ أنا وزاهي لمارشربل وضويت شمعة وبشعر بخشوع كتير كبير وبصلي عطريقتي يعني كل إنسان بيوصل لرب العالمين على طريقته فأنا بالكنيسة بوصل لربي وبالجامع بوصل لربي وببيتي بوصل لربي وأنا وقفي على البحر وهلأ أنا ومعك إذا كنت بحالة خشوع يعني هو أنا التواصل مع ربي مش تقوس مش ترديد كلام أو ترديد صلوات مع كتوبة بكتب فيكن تواصل عادي وتواصل حر يعني حديث بينكم أنا دايماً بقول أنا ما بخاف من الله الله ما بيخوف أنا بخاف الله بخاف الله بمحبتي للإنسان بخاف الله بإحساسي بالفقير بخاف الله بيهلأ كيف عم نعيش الميلاد مسيحية إسلام كلنا منعيش معاني الميلاد ومنتشارك بهيد المعاني الميلاد السنة ومنزين الشجرة من أنا وصغيرة وبعمل لمغارة ومنجيب هدايا وبنطر بابا نوال وبعيش ولادي نفس الشي مثل ما أحلي عيشوني بعد لحد هلأ ماشي ظروف صعبة كتير مثل ما أحلي عيشوني أنا عاشت بصور رال في مدينة صور هي مدينة التعايش يعني ولا مرة نحن حسينا بصور في فرق إسلام مسيحية أبدا من الطبيعة يكون هيك ومن الطبيعة ربي ولادي هيك رابعة نحن اليوم عيد الميلاد للأسف يعني يمكن للسنة التالتة على التواري والسنة الأصعب لأنه بعض دولارنا عم يطلع تلوع بعد الوجع عم بيكبر كتير من وراء الغلاء بالأسعار مرافق بوجع كيف عم بتشوف في لبنان بالأعياد لبنان يلي كان معود يكون غير شي يعني كلنا عم نمشي على الطرقات وعم نشوف عتم يعني عم نشوف ظلمة ما عم نشوف هالإضاءة هالأنوار هالزينة حتى يعني بالمؤسسات الكبيرة ما عم نشوف عندهم زينة متجددة كيف عم تشوف العيد وشو لأنه أنت دايما بتحكي بتكتبع على تويتر بترفع الصوت بيبكي يعني أنت عم تحكي هلأ أنا غصيت بس ما بدي يكون خلينا نكون إيجابيين وخلينا نكون مش إيجابيين قوية ما بدنا ننفصل عن الواقع ونعيش بلالالان نحنا بوضع مأساوة نحنا بجهنم يعني نحنا ما في أصعب من هيك مرق حروب مرق ويلات على لبنان كوارث حرب أهلية واعتداءات خارجية وكلي بدك يا بس اللي عم نعيشوا ما عشنا واللي عم بعيشوا أولادنا نحنا ما عشنا بيعز الحرب أنا ما عشته فنحنا بوضع مأساوة شو فينا نقول أكتر من هيك وبحزن يعني مبارح ظهرت شوية ظهر ابن بالليل شفت شوية زينة وهاكبة وسط بيروت مبسطت أنه هي عم شوف يعني ما كنت متوقعة شوف شوية زينة رحت ساعة ونص رجعت عتمة يعني صارت حتى الناس عم تظهر بأوقات معينة طيب يشوفوا الضو لا يشوفوا الضو بيرجعوا بعدين تنطفي بيروت بيروت اللي كانت مدينة الحياة ومدينة الفرح ومدينة النور والإشعاع للأسف طفوة لبيروت وطفول نقلوبنا وطفول أحلام اللي عنا الميلاد يعني شو بدي أقولك نحن بفترة الميلاد أي أحلى فترة بالسنة طب المسيحة أنا بعرف شو عايش وبعرف كيف هلأ عم تمرق عليها الظروف وبعرف إنه الهدية بقى يمكن عم تنقضى بشغلة معنوية صغيرة وبعرف إنه في ناس يا عم شوه الشجرة صار الترف صار حلم بالنسبة لقلهم والهدية حلم في عندك الدواء شجرة صار حق أبلو عندك الدواء عندك الأكل عندك الأشياء الأساسية بالحياة ما بدنا نزيد وإن الوضع ما أساوي مفروض ننطفت خلص بقى يعني خلص صار بدها ثورة هو من زمان بدها ثورة يعني نحن نزلنا يمكن بوقت الثورة كم دولار على الواتساب كانت بعد محمول مية بالمية كانت محمول الأوضاع كنا عايشين أنت برأيك الثورة يعني فيه رأيان فيه أن الثورة ساهمت بتسريع الموضوع ولو ما صار ثورة ما كنا وصلنا لهون وفيه الحديث الثاني اللي بيقول لا عاجم أجم كنا وصلين لهذه الفترة طبعا لا 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 الثورة شو ساهمت شو هلحكي عنا وضع عنا طبقة حاكمة صار لثلاثين سنة فاسدة مجرمة عم تسرقنا وغرقتنا بديون وغرقونا وسرقونا ونهبونا وهلأ محاصريننا وحجزيننا ببلدنا ما قادرين نسافر إذا أنا هلأ بدي فكر هاجر ما بقدر لأنه أنا مصرياتي بالبنك بشو كيف روح بتصرف برا ما بتقدر يعني شقة عمري محطوط موجود مع المصارف منهوب ومسروق من الطبقة السياسية ومن المصارف فشو يعني شو هالحكي نحنا كانت كانت حتصير عاجلا أم آجلا ومفروض تصير أصلا مفروض يكون فيه ثورة على النظام النظام الطائف اللي هو وصلنا لهون اللي هو وصل للمحاصصة وللفساد وعمل كل شي ولكن يعني أكيد لا أكيد أنه كان مفروض تصير ولكن هل صار ثورة هيدا السؤال ما صارت ثورة صار تحرك عفوة تلقائ ما كمل الثورة بتشيل ما بتحط الثورة فيها دم الثورة فيها ناس فيها تقطيع روس ثورة فيها انقلابات مفروض يكونوا السياسيين هلأ بالحبوسة هاي هي الثورة شو الثورة ثورة إذا أنا هلأ بحكي عن زعيمك بتشتمني وإذا أنت حكيت عن زعيمة بشتمك إذا ما طلعنا من طائفيتنا ومن مذهبيتنا ومن فسادنا الشعب اللبناني ما يزعلوا من المستمعين جزء كتير كبير منه فاسد وطائفة وينتمي إلى الزعمة كرمال هاي كيف كيف نعمل ثورة ما فينا بالوقت الحالة أنا ما شايفة في أفق الثورة بده وعي والوعي شو يعني يعني أنت تطلع من كل الحسابات الدايئة وما في زعيم عليه خط أحمر كلهم يعني كلهم هاي ده هي الثورة وبده بس ما حدا قدر يعمل كلهم يعني كلهم عليا وعلى أعدائي أنا بدي فوت بموضوع ثورة فيها كتير خسارات فيها دم فيها تضحيات بدي نفس طويل ما في ثورة بس أنه كان لازم يصير هالشيه هو اللي وصلنا لا أكيد مش هو اللي وصلنا اللي وصلنا هو السياسيين المجرمين الفاسدين الحكام والشعب اللي تابع بعضهم كما تكونون يولى عليكم نحنا بعدنا تابعين رابع أزياد يعني معودتنا على الميلاد تكون مع ديوف مشاهير السنة غيرت ما بقى عبارك مشاهير ازهقته من حديثهم وازهقته من من كل شي دايما بيضلنهم يعني بعيشوه بالعربي المشبرح أنا بتشتغل مع المشاهير وبعرف عم بحكي وأنا بعدنا عم بشتغل معهم بس تربع المشاهير بعشوه تم نجمل رحت اليوم على قضايا إنسانية رحت لعندوليد عبر دانا طليتي بحلقة سوبر مميزة يعني أنا وقت حضرت البرومو كتير تأثرت ما في طفل ما بيلمس واليوم محاورة الأطفال هي أصعب شي يعني تتوصل لقلبه للطفل تخليه يحكي بهيدا الشي هو الأصعب يعني بده مجهود كتير كبير ليش قررت هيدا الحلقة كيف أجت فكرة الأطفال وأنت وبالحلقة شو شفت شو شعرت رابعة وشو تذكرت بطفولتك أنا إذا بدنا نحكي إنه ليه رحنا على هيدا الكونسبت أول شي بحيي زميلتي ديانا وهبة اللي هي معي بالإعداد ودايما ديانا عندها هيدا الأفكار المبتكرة والجديدة واللي ما بتشبهها أحدا أنا بعتبر يعني حلقة الأعيد الميلاد على لنا برأيي يعني من أحلى الحلقات اللي ممكن اللي طلعت على التليفزيونيات بهيدا الفترة ليه لأنه إيه ما رحت عند نجوم رحت عند الأصدق رحت عند الأبرق رحت عند اللي عندهم حكمة نحنا نتعلم منهم للولاد إذا بقل لك الرسايل اللي وجهوا يعني هي أصدق رسايل وهي حقيقة وأمنياتهم وأحلامهم وبتقل له في بابا نوال إذا حس أنه في بابا نوال بيقلك إنه إيه وإذا لا قال لك لا كذبوا علي طلع بابا هو أو ماما يعني كلها صدق الميلاد في براءة هيدا معا الميلاد هي المحبة هي البراءة هي السلام هي التسامح فهيدول لولاد خير من يجسد بلا تعب قلب وبلا وجع وبلا تمثيل لأنه يعني برجع بقول أنا عامل حلقات مع ناس وأنا يعني منقيهم صراحة بهيدا العيد تحديدا الكرمال لأنه بيجبهوا العيد عم بحكي بكل صدق لأنه عن جد وقت كنت عم فكر كنت عم قول ما بدي ناس تمثل قدامي يعني يعني حس إنه أنا اللي عم بعمله عم بيروح وهيدا أكبر دليل على الحديث اللي أنت عم بتقولي إنه قديش صار صعب يكون في صدق عند الناس كبيرة وهيدا موجود عند الأطفال وبدأ لك شغلي رالف وأنت بتعرفها والمستمعين أكيد هلأ يمكن بيوافقوني إنه المشاهد كتير ذكي الفنان أو النجم اللي عم بيمثل بيلقاته بيلقاته ما بقى فيه ما بقى فيه متل قبل نحنا بزمن صارت العق يعني صار كلنا صرنا مكشوفين فإذا حكيت بصدق أنا بوصل وإذا حكيت عم بمثل أو عم كذب وفي كتير فنانين نكشفوا يعني لأ بتبعدوا عنهم أنتوا بحلقة مثل هيدا النوع بحلقة الميلاد لأنه بتعرفوا وما حيعطوكم صدق بتروحوا عند الناس ليه بيعطوكم صدق ومشاعر حقيقية فواضحة القصة مع الأطفال هي الأسلم والأحلى وأنا أنا برأي تعبت من فكرة مش تعبت يعني حوارت كتير نجوم حوارت كتير فنانين شو بعد بدي أقدم خليني روح مطارح جديدة بس تعبت يعني كتيري تعبت رجالتي تعبت تعبت هو بدون هلا لا ما تحكي مع فنانين تقول له أوكي مرحبا كيفك بدي أعمل لك حلقة خاصة لا يقبل دايما في حلقة حلقة طبخير هي دايما هيدا والسبسيال بدك تغزي فيه يعني أنا برأيي اليوم نحنا بزمن مش عام نحكي ثورة ومش عام نحكي تغيير التغيير بدي يصير على كل المستويات على مستوى كمان التعاطي مع الناس مع الفنانين أنه خلص يا جماعة أنتو أوكي نجوم كبار وعراسنا وعيننا بس خلص ما الناس صارت يعني ما بقى يهمة كتير اليوم شو بيعمل الفنان بهمة إذا الفنان رح اتمعه على مطارح جديدة وهي دي بهمة يلمسوا أنه الفنان متنقل حقيقة ترجمة نانسي قنقر